صراحة موضوعنا اليوم يعني يحمس صراحة الواحد ويغوص في تفاصيله أنماط الأسرة بين الوراثة والسلوك يا دكتور وش يعني أنماط الأسرة بين الوراثة والسلوك الله المقصود في أنماط الأسرة طبع الأسرة جبلة الأسرة سلوكها سماتها التي تتصف فيها وتميزها عن الأسرة الأخرى فأنت عندما ترى شخص تعرف أن هذا أبن فلان أو تسمع صوت شخص تقول هذا أبن فلان أو ترى مثلا سلوكها وتصرفها يعطيك نبذة مختصرة عن الأسرة التي جاء منها هذا الطفل ممتاز دكتور يعني خلينا أول شي نفصلها بشكل بسيط يعني ممكن أن يكون مثلا نقول هذا ابن المنطقة الفلانية ولا هذا جنسيته كده ولا هذا من المدينة الفلانية ولا هذا من المنطقة الفلانية ونقدر نقول برضو أن هذا من أسرة فلان نقدر نقسمها بهذه الطريقة؟ نعم يستطيع أي شخص يقسمها لأن أساسا ابن المنطقة أثناء التكوين الشخص يأخذ من طبيعة البيئة اللي هم وجد فيها تضاريسها من هوائها يعني لو رجعنا إلى الأنماط أو الأخلاط في بداية الأمر عند الفلاسفة وكذا يقول أن التكوين الإنساني خليط من ماء وهواء ونار وشمس فهذه هي مجموعة الظروف أو التضاريس البيئية التي تحدد نمط جبلة هذا الشخص يعني ابن الصحراء يختلف عن ابن الساحل عن ابن المدينة عن ابن الساحل كل يأخذ طبع من التكوين أو من البيئة التي يعيش هذا إذا قلنا بشكل عام هذا بشكل عام ولأبناء الثانيين نفس صفات أبوهم هذا برضو نقدر نقسم زي كذا هذا في توريث السلوح هذا له توريث مباشر وهذا هو التوريث الأقرب فالإنسان دائما عندما تتحدث مع شخص تعلم أن هذا الشخص صورة عقله وأن العقل الذي يتحدث فيه أنه عقل مفروض عليه وأن عقل ليس له فيه تصرف وإنما هو جاء نسخة يعني طبق الأصل من الأب أو من الأم أو من الخال أو من الجدة هذا إذا تحدثنا عن سلوك وأطباع عن سلوك وأطباع قل لي يا دكتور الأخلاق ممكن تورث الأخلاق تورث الخير يورث والشر يورث ومعندي ذلك دراسة في عام 2008 كانت طلعت نتيجها في 2008 على خمسة ألاف أمرأة أسترالية حوامل من هنا 2500 مدخنات و 2500 غير مدخنات فبعد الدراسة طولية استمدت للعشرات السنوات فبعد أن جاء الأطفال عمارهم في الثانية أو في التاسعة أصبح أبناء المدخنات يدخنون بشراها وأبناء غير مدخنات مثلهم مثل باقي البشر هناك نسبة كبيرة حوالي 70% منهم لم يقبلوا في التدخيل فهنا تورث السلوك وورث السلوك بالإضافة إلى توريث العقل فالعقل والسلوك يورثون بالسهولة طيب ممتاز يعني أنا شف بلدة الأسئلة تأتي هنا عن طريق تطبيق وأصدقاء البرنامج يقولون هل هذا إذا بعضنا نرى أطباء أطفال أو أبناء أطباء لو ننظر في تاريخهم أن أباءهم برضو نفس الطريقة أطباء أم لا هذا الولد ضابط أبوه ضابط هذا مفكر أبوه مفكر يعني هل هذا برضو يورث؟ هذا أساساً يكون عندك الاستعداد الوراثي عالي للمهنة وحب المهنة وتخصص ورغبة ومعلومات أكثر ومعرفة أكثر فالميول يكون أكثر من غير الأشخاص البعيدين جداً عن هذا الأمر هذا إذا بقلنا بحكم البيئة حكم البيئة الآن أساساً استعداد وراثي أثناء فترة الحمل وللده الطفل لكن أنت أستاذ وهيب الآن بإذن الله مثل أطفالك مثلاً أثناء ممارستك المهنة بعدهم يكبرون تجدهم أكثر الناس ثقافة في الإعلام وقرب من الإعلام وقرب من التصوير وقرب من الظهور وعندهم أدبيات الإعلام أكثر من غيرهم وربما هذا حدث عندك يسمعونك وربما هذا حدث عندك يا ستاح طيب دكتور يعني إحنا نقول البيئة لها أثر كبير نعم يعني ممكن يكون أثر نفسي أثر اجتماعي أثر تربوي لكن هل الجينات فعلاً تكون هذه مثلاً والله هذا في سن المراهقة سافر أبتعث بره وطول وممكن أشتغل هناك وقعد ممكن عشرين سنة بره هل يحتفظ بنفس الصفات اللي موجودة عند والدا اللي موجود هنا في الرياض هو أساساً أنه ولد بوراثة عالية جداً وجينات عالية جداً البيئة توصلك إلى حد معين لكنها لا تخلع أو لا تخلصك من جيناتك ووراثتك فأنت في نهاية المطاف إذا وجدت البيئة التي تتناسب أو تطابق مع بيئة سرتك ستبدع فيها لكن السلوك هو تدريب يوصلك إلى حد معين من التميز أما يقلل عندك يعني يقلل عندك جينات أو يرفع عندك مستوى جينات ممتاز دكتور فيه شيء اسمه ثورة الجينات والسلوك ممكن تكلم عنها الجينات والسلوك ثورتها يعني يوتفاعلها مع بعضها عندما أنا مثلاً أجد مثلاً إسرة مثلاً عندهم انضباط عالي جداً وعندهم تنشئة عالية ومميزة جداً وعندهم غذاء صحي وعندهم تعليم ممتاز أكيد الطفل يعني نتيجة المزيج من القيم الممتازة والجينات الجميلة جداً بالإضافة هنا يطلعون ابنائهم متفوقين يطلعون ابنائهم مميزين حتى على مستوى الطفل حتى على مستوى يعني انضباطه مع زملاء في عمله مع أقاربه على مستوى الشارع وعلى مستوى الحيليه فيه يكون الطفل مميز جداً وتشترى أن هذا الطفل الكل يحب هذا الطفل السبب أن الجينات والسلوك كلهم يعني هذا جين جميل وهذا سلوك جميل فصارت الامتزاج بينهما فصارت الثورة فيها عالية جداً إلى أنها تطلع سلوك مميز وشخص مميز طب هل هذا التأثير يكون على الذكور أكثر من الإناث؟ لا فرق ما فيه فرق ما فيه فرق ما فيه دراسة حقيقية تجعلني أقول لا هذا أكثر أو البنت تتأثر بأمها أكثر من الولد تتأثر بأمها لأنها بيئياً لازمتها الولد يتأثر في والده لأنها بيئياً لازم والدها لكن إذا الولد نشأ بين البنات يكون هناك قد يحصل عندها الطراب الجندرية اللي هو لا يعلم أنه ذكر أو يمثأ أو متقمص بس هذا في سن صغير هذا في سن صغير وفي سن الرابع أو الخامسة لا يعلم هذه في مرحلة من مرحل النمو وإذا البنت نشأت بين أولاد أو مع والدها أو كذا قد تقتبس القوة والشخصية وكذا لكنها قد تختلف مع زوجها في مستقبل العمر فهنا أكتسب وهنا أكتسب الموضوع الاستعداد بالإضافة للبيئة البيئة هي التي ترسم الخطة القاعدة للحياة طيب خلنا افترض دكتور أن أنا وصلت لعمر معين أيقنت أن أنا فيني صفات سيئة وصفات غير محبوبة من المستقبل يعني لكم التجارب يعني الواحد مع التجارب يعرف الأمور هذه أنا خوفي أن هذه الصفات أو هذه الأمور تكون تنتقل إلى الجيل الثاني اللي هو أبنائي وأخواني الصغار إذا كنت أنا المسؤول عن تربيتهم كيف أقدر أمنعهم من هذا الطبع وأنمي فيهم طباع زين أقول والله أبي يصير أحسن مني أبي ذا الطبع اللي فيه العصبية البخل لهذا تروح منه أستاذ وحيب أنت انتقلت أو أنك وصلت إلى مرحلة العلاج يعني عزفت على مرحلة العلاج الحقيقي دائما الآباء والأمهات لا يتعلمون إذا كان عندهم المشكلة ولكن يتعلمون إذا رأوها في أطفالهم صحيح فهذه في خطة العلاج نكشف لك الجانب الخفي من شخصيتك ومن أهم الجوانب الخفية من شخصيتك أنك أنت تصدر سلوك للأجيال القادمة صحيح السلوك جيد السلوك الجيد ومنع سلوك سيء أنت تصدر السلوك يعني بشقه الجيد الحسن والسيء لكن إذا أنت مثلا دورنا في السلوك يأمن نعدل السلوك أو نثبت سلوك أو نزي السلوك نحن كمخصصية صحيح أنت يكفي منك إذا عرفت الأنماط الموجودة عندك الحسن طوره وثبته والسيء حاول أنك تتوقف عنه حتى لا ينتقل إلى أطفالك مثل واحد يا دكتور يعني مثل واحد يعترف أن يقول والله أنا فيني هذا الطبع سيء ما أريد أن يذهب إلى العيال المشكلتنا المشكلتنا أننا نعتقد أننا صحة يعني عندما لا نكون مرضى نعتقد أننا صحة على طول إلا إذا وصلنا إلى سرير المرض أو كذا دائما لو اهتمينا في العقل مثل ما نهتم في الجسم تخلصنا من هذه المشاكل نغذي العقل في القراءة نغذيه في الاكتشافات المشاكل بمكاني أنا أجي عند الدكتور استشاري متخصص بهذا المجال وقل أخبرني عن شخصيتي وأطلع نقاط القوة وضع في شخصيتك تطور شيء وتبتعد أو تعزز شيء آخر فهنا يستطيع لأن أساساً أي جين تنقله تحتاج إلى ثلاثة أجيال حتى يتخلص منه الطفل طيب دكتور يعني بقول لك حاجة في بعض أو نقول أبرز الصفات اللي ممكن هذا الواحد ممكن يعترف فيها واحد يقول لك والله أنا أيام دراستي ما كنت ذاكر وكنت مهمل وكنت شيطاني وكنت مجنن للمدرسين ومجنن والديني أبغى أبنائي ما يصيرون مثلي يعني هذه يمكن أكثر معظلة الناس تعاني منها كيف حال يعني على أرض الواقع أني أقدر أبدأ من النقطة طبعا أنا بأبدأ بالعلاج أو بأبدأ بهذا الشيء من نفسي قبل ما أروح لأخصائي لابد تعرف أن هناك شيء اسمه تراكم معرفة وتراكم فشل لابد أن نكون تراكم نجاح وتراكم فشل أنت لا تستطيع خدمة الآخرين ما لم تخدم نفسك لا بد أنك تخدم نفسك أولا ومن ثم تصير عندك القدرة على أنك تصدر بدل أنك يعني يعني أبداها من نفسي أولا تبدأ في نفسي أنا مثلا أنا خلاص مرت علي ظروف الحياة ولا استطعتني أتفوق في دراستي وفشلت في دراستي هنا أطفالي لا أضغط عليهم وأتحداهم وأجبرهم على الدراسة لأنهم سيعرفون من هو الماضي أو المستقبأ أو التخصص أو المجال الدراسي أو المستوى التحصيلي أنا لا أريد أن أتعامل معهم بالمرونة أتعامل معهم باللطف أتعامل معهم في التعزيز اعترافي في مشكلتي أنا أهملت فما استطعت أني أوصل إلى مرحلة معينة فأنا سأعوض فيكم أنتم أنتم والأمل أقدر أصرح بهذا الشيء إذا كان عندهم مدى الاستيعاب كبير أول خطوات حلول المشكلة اعتراف بوجود مشكلة أنا إذا اعترفت في المشكلة أساساً فعلي ما يأخذونها موحدة أنا أعترف بيني وبين نفسي وهذا اللي يجعلني أبدأ أني أطور من سلوك ونمط أبنائي لكن هل يتم استيعاب هذا الشيء من الأبناء؟ حسب قدرتك على توصيل المعلومة وحسب النمط اللي عندك هل النمط اللي عندك انفعالي؟ ما تستطيع أنت أساساً تسبب لهم عزوف عن الاجتهاد وعن التمييز هل نمطك مثلاً مرن وسهل ومميز تستطيع أنك توصل لهم المعلومة المسألة لعبة شاطرنجي يعني من الأخير تستطيع أنك تتحرك في كل الجهات حسب ذكائك وحسب نمطك أنت كأب طيب دكتور يعني أنا في صراحة عندي محور جداً مهم اللي هو الجينات أو عبر الانتقال السلوكي أين؟ لها أنماط كثير صراحة وأنا طلعت صراحة على الأنماط اللي أنا حدث تقريباً 11 نمط في هذا الموضع تقريباً لكن قبل ما أنتقل لنا بعد شوي بطلع فاصل نبنأخذ لها وقت كويس وش الفايدة من الفايدة الثانية اللي تخليني يعني أحصل عليها إذا درست أنا الأنماط هذه إذا درست نماط أقلل من المشاكل أقلل من الاختلافات مع الأسرة أقلل من فرص الفشل أكون أنا أقرب ناس إلى النجاح أكثر أقرب ناس إلى أني أتعايش مع عسرتي في حب وفي احترام وفي أنضباط اتكلمنا عن توريث الجنات عبر الانطلاق السلوكي بـ 11 نمط للأسرة إذا ممكن نأخذ يعني إذا بدأنا بنمط الأسرة المحافظة طبعاً هذه الأنماط حتى أن يكون المتلقي يعرف هذه الأنماط هذه الأنماط هي حقوقي الفكرية ومن خلال الاستشارات ومن خلال الخبرة في المجال هذا استشفيت هذه الأنماط الأسرة المحافظة هي الأسرة الجميلة هي الأسرة التي لها علاقات مميزة لها جوار مميز مستواهم العلمي مرتفع التفتح والحياة عندهم جميلة جداً أسرة تستطيع الكل الجيران يتفقون على حب هذه الأسرة في العمل هم أشخاص مميزين مبدعين منتجين علاقاتهم مع الجميع الأسرة المحافظة ناجحة في كل المعايير وفي كل المقيس يعني نقول اجتماعياً متزنة اجتماعياً متزنة ثقافياً اقتصادياً حتى لو كانوا أثرياً لا يوجد عندهم تبذير ولا يوجد عندهم إسراف ولا يوجد عندهم اللي هي اليوم الاستعراض يعني الاستعراض في الأموال أو في كذا تجدهم منضبطين اقتصادياً مهما كانوا هم أساس المحافظة دائماً نقصد في المحافظة نقصد فيها الإسراه المنضبطة المثقفة المتعلمة طيب هذه أتوقع أن توريثها جداً سهل لأن عندهم تراكم نجاح كبير جداً هل الترابط بين أفراد الأسر هذا يكون سبب في توريث هذه الصفات الجميلة؟ من المواقف اللي مرت علي أن هذه الأسرة جهاز الكمبيوتر يستخدمونها جميع أفراد الأسرة ولا يوجد فيها رقام سرية حتى الجوالات والهواطف عندهم لا يوجد فيها رقام سرية طيب دكتور يعني خلينا نتكلم بشكل موسع دائماً للأسر يكون لها أنماط نعم خلنا نقول مثلاً الأسرة المحافظة الأسرة المحافظة هذه لها أنماط معينة لكن أكيد أن في عوائل تأخذ منهم تتزوج منهم يعني واحد يأخذ من بناتهم واحد يأخذ أو واحد من عيالهم يأخذ من عائلة قد تكون مختلفة جداً هنا هل يكون في تأثير يكون تأثير من الأسرة اللي داخلها عليهم لكن هم هم الأساس هم الأساس أخذت منهم هم تعودوا على النجاح فدائماً يكونوا شركاء نجاح حتى مع الأسرة الجديدة اللي اختلطت معهم وهذا يصير حتى مع الكبار يعني بلحين واحدة بنت تتزوج من عائلة وتروع عند عائلة ثانية قد تكون مختلفة بيئة أهلها ثقافة مختلفة بيئة مختلفة يقولون أن من تزوج التغيرات من تزوج التغيرات صارت زي حمولتها زي أهل زوجها زي وكذا حسب الزوج هل الزوج طبعاً احنا دكتور طبعاً ما نتكلم على أن يعني كانت في بيئة زيئة كويسة وراحت لبيئة سيئة أو أن أخذت أطباع سيئة لا نقول أنه في اختلاف ما نقيم على أنه سيئة الاختلاف موجود لكن هل الزوج داعم للنجاح أو الزوج جاء من أسرة مفككة هنا الكلام إذا كان الزوج جاء من أسرة مفككة ومن مشاكل يستأنس فترة معينة وقد يؤثر عليها إذا كان الزوج جاء من أسرة يعني متوسطة وأسرة فيها تميز أو تحب التميز أو تحب الاتزان وتحب التفاعل مع المجتمع يسعد هذا الرجل ويتستمر الحياة وينعكس تنقل هي أساساً من بيتها الجمال كلها إلى بيت هذا الرجل فتتميز أسرة هذا الرجل الأبناء إذا كان الأب والأم من بيئتين مختلفة من أطباع مختلفة يعني قد يكون في تناقضات كثير في شخصية الأثنين هذولي كيف تأثير على الأبناء الجين الأقوى ينتصر خصوصاً إحنا دكتور الآن يعني في زمن خلنا نكون واقعين شفافين إحنا الآن في زمن يعني أصبح في تباعد يعني كبير جداً كبير بين العوائل بين الناس يعني جمعات العائلة الوحدة صارت مرة في الشهر أول كانت مرتين في الأسبوع كانت ثلاث مرات في الأسبوع مشاغل الحياة أبعتت الناس عن بعض هل هذا برض يكون فيه تأثير للأبناء هذا يكون فيه تأثير كبير جداً والآن التأثير حاصل لدرجة أن كل شخص مجتمعه موجود في جواله أنا مجتمعي موجود في جوالي من جميع دول العالم وأتواصل معهم عبر تواصيل التواصل بشكل يعني بشكل لعب مباشر صحيح هذا الأمر سبب فجوات بين الأسرة وأصبحت الأسرة قد تجس مع بعضها شهر يجتمعون شهر في البيت ولكنهم لا يجسون على وجبة طعام واحدة ولا عندهم أي تواصل هو يوسع الفجو وهذا أساساً من الانتقال السلوكي الوراثي الخاطئ لأنك في نهاية المطافة أنت تكون فيه عزلة وأبنائك يكون فيه عزلة فأنت تشكل سلوكك كما ترى صحيح أنت الحياة أو الاختيار لك أنت يعني بعض الأحيان يجيك أخوين نعم يعني المادة أنا قاعد أضرب أمثلة كثيرة لأن أنا قاعد تيجي في بالكثير وقاعد أحلل الأسئلة اللي قاعد تجيني في التطبيق أخوين مفروض أنهم نشأوا مع بعض تربوا بعض وكلهم سلوكهم وأنماطهم وصفاتهم وحدة لكن مع الوضع الحالي صاروا أبنائهم مختلفين تماما عن بعض يعني مفروض يكون عيال عم عيال عم زي بعض زي ما أحنا الكبار والجيل القديم عيال عم مثلنا مثل بعض لكن الآن صار أبناء العموم قد يكون مختلفين بتاتها حتى ممكن الناس تقول لا مستحيل أن هذا يقرب لك ولا دعم أمك نعم هذه تحدث الوراثة والسلوك أنت قد تعطي في وراثة وتفسد عليك السلوك كل ما عملتها كل ما وصلت فيه من جينات وقد تكون أنت مثلا وراثة حسنة هو وراثة سيئة ويصلحها لك السلوك هنا الموضوع يبقى على تدريب الأسرة يبقى على معرفة الأسرة في أنماطها يبقى على فرز الأنماط السيئة والحد من خطورتها يبقى على معرفة الأنماط أو الصفات الإيجابية وتعزيزها والتمسك فيها ممتاز دكتور على عجالة نأخذ النمط الثاني نمط الأسرة الشكاكة هذا خطير هذا هذا من أخطر ما يمر عليه في الاستشارات تجد هناك أسرة لا تثق في بعضها نهائيا وتجد الرجال يسلطون مثلا الأبناء على النساء حتى الأبن عمره ست سنوات يقال أنت مسؤول عن أمك وعن خواتك ومراقبة شديدة وعدم ثقة حتى في الجوال حتى في الخروج إلى جامعة حتى في الخروج إلى السوق هذا مرهق هذا مرهق دكتور يعني مرهق للعائلة للأب وتوريث هذا الإرهاق للأطفال أو الجيل الثاني هذا الأمر ليس مجرد إرهاق فقط هذا مدمر الأمر تجد الطفل يعني بعد أن يصل عمره 18 إلى 20 وكذا وتزوج يطلق الأولى والثاني والثالثة أو قد لا يطلق قد هي تفسخ نكاها لأنها غير يعني متحملة العيش مع هذا الشخص يمكن ما يتزوج يعني حتى ممكن لا يتزوج لأن الثقة منزوعة في جميع النساء فهذه من الأشياء الخطيرة اللي في الأسرة الشكاكة تكلمنا قبل فاصل عن أنماط الأسر اللي ممكن أنها تورث طبعا نحن بناخد تناول هذه الأنماط ليست كصفة سائدة في العائلة قد تكون إحدى صفاتهم وهي اللي ممكن أنها تتورث تكلمنا عن الأسرة المحافظة والأسرة الشكاكة في نمط الأسرة المخادعة والمتحايلة يعني نقول الأسرة الذكية أو مو بالذكاء المحمود الملكعة على ممكن أين استخدام الذكاء في الطرق الملثوية ضد ضد هذه الأسرة المخادعة والمتحايلة قد تكون أسرة جميلة وقد تستانس فيها فترة من الزمن لكن الإشكالية أنها شخصياتهم شخصيات ثعلبية تجد المراوغة في زمن زئبق نعم تراوغ في وقت أنت أساساً لا تحتاج إلى المراوغات فهؤلاء الأشخاص ممتعين من ناحية لكنهم يخادعونك ويدخلونك في مقالب أو يستغلونك من ناحية أخرى وقت الحاجة ينسحبون عنك وقت الحاجة جتني رسالة أنه مضحكة تقول هذولي أبناء التجارة ما نحددهم على مجتمع معين لكنه نظام موجود عند الأسرة ممتاز طيب دكتور نمط الأسرة الكاذبة هذه الإشكالية في الأسرة الكاذبة أنها تورث الكذب للأطفال فتجد الطفل في عمر ست سنوات أو خمس سنوات أو ما يبدأ يكذب ويصير الكذب سجية عندهم حتى أن الأسرة تعرف حتى في الحديث حتى في السوالف حتى في المزاح كل شيء كذب هنا يقلل من شان الأسرة والأسرة ما تردع بعضها حول الموضوع هذا يفترض أن الكذب للطفل لا يسمح له في الكذب مهما كان الطفل لا تسمح له بأنه يكذب إذا كذب عليك اليوم سيكذب على كل من بعدك فالأسرة هذه الكاذبة الآن عرفت مثلا عندي أسرة عددهم مثلا عشرة إلى خمسة عشر شخص كل ما تحدث مع واحد وعندها سبعين في المئة ثمانية من القصص اللي هو يريدها كذب عندها يعني السالفة كاملة كذب عندها اختلاقات كلها كذب عندها نقل الأخبار كلها كذب هذه تورثها الأسرة لبعضها وتدعمها سلوكيا قد يستعنسون فيها أحيانا ولكنها في حقيقة الأمر تقلل من قيمتهم عند المجتمع متى ما أعترف فيها يعني رب الأسرة وحاول أن يحارب هذا الشيء أكيدا راح يصلون للنتائج جيدة نمط الأسرة المتعالية إذا نأخذها باختصار أنا قرأت في الأثر يقول التعالي على المتعالي صدقة الأسرة المتعالية هذه لا ترى الناس شيء والله سبحانه وتعالى لا يحب كل مختال فخور وأحيانا يتعالى الشخص وهو لا يملك إلا حاجة بسيطة فيه علماء وفيها جهابذة وفيها رؤساء وفيها أجلاء ما تعالوا على البشر يسمعون البشر ويحترمون البشر يقولك أنا ولد فلان أنا ولد فلان أنا كذا يعطي نفسه يعطي نفسه طقوس وقيم هي أساسا ما هي موجودة على أرض الله أكيد ابنه يسمعه ويسوي زيطة نعم ويكرر نفس السلوك نمط الأسرة الصامتة الأسرة الصامتة هذه الأسرة ليس لها معنى لا تمتعك إن سافرت أنت وياهم تتمنى أنهم يقولون كلمة وإن تجاورت أنت وياهم تمر السنوات من غير أي لقاء أو من غير أي اجتمع وإن حضروا في المجلس خيم عليها الحزن والأسرة الصامتة حقيقة تعود أبنائها على عدم القدرة للتقدم إلى الأمر لأن الصامتين لا يستطيعون يكون إعلاميين لا يكون مبدعين لا يكون مبهرين لا يكون متحدثين فهي تورث هذا لأبنائها وهذا الشيء لا يقصد نمط الأسرة المنافقة الأسرة المنافقة هي من أخطر الأسرة حقيقة هي الأسرة التي تتميز في وجهينا وثلاثة أوجه هذه دائما تتميز بأنها تحلف يومي طيب هذه المنافقة ما تكون برضو نفس الأسرة المخادعة أو المتحايلة لا المخادعة أو متحايلة لمصالحها الشخصية أما المنافقة هي تشتغل على ضرب الأسرة في بعضها فتجد المنافق إذا وصل إلى مثلا أسرة ممتازة أو مجلس أو استراحة أو مجتمع مميز كافي عليه شهر ويختلف هما بعضها ممتاز دكتور أنا صراحة في نوع أسرة أن أعجبني في الأسرة المتوهمة الضعيفة وأتوقع الأسرة المظلومة التي يحسون بالمظلومية يعني أنهم مظلومين بين أقرانهم مجتمعهم أو قبيلتهم يحسون بالمظلومية هذه الأسرة المتوهمة الضعيفة لأنها لا توجد عندها إنجازات على أرض الواقع كل ما عندهم خيال حياتهم كلها يعيشون في الخيال وهم دائما يتميزون في البنية الضعيفة وفي المواجهة أو في المفردات الجيدة فيعوضون هناك سلوب تعويض إذا ما استطعت أنك لفت النظر فيحاولون مثلا أنهم يبرزون أنفسهم يسطرون مجد بين أنفسهم البعضهم والمجد هذا غير صحيح وغير واقع الأسرة الفكاهية الأسرة الفكاهية أسرة جميلة هذا ولا جميلين جداً لكن حياتهم كلها هزل لا يوجد عندهم جد فتجدهم دائماً يضحكون على أي حاجة هو قد يدخل عندهم التنمع على الأفراد الأسرة من حولهم بسبب الفكاهة صحيح قد يعدمون أطفال أو بنات وخاصة للعنصر النسائي قد يعدمون بناتهم بسبب التنمر والفكاهة نضحك على فلان نضحك على فلان نضحك على فلان وبعدين ما توجد عندهم خطوط حمراء تجد كل شيء حتى لدرجة أنهم يتجرون على أنهم من أجل أنهم يكون فكاهين يخطؤون على الوالدين وهم لا يعلم هم يغلفون هذه الأمور كلها في غالب الضحك والوناس هم هذه الأشكالية عندهم والله هم جميلين وممتعين ممتاز دكتور يعني للأسف للأسف إحنا وصلنا نهاية برنامج وصل الوقت مشى سريعاً صراحة الحديث مرة شيء وعندي أسرة كثير والله جاية هنا أريد أن أطرح عليك لكن الموضوع جداً جميل نصيحة يا دكتور لمستمعين جدد حياتك كيف نحن نقدر نجدد حياتنا وحياة أبنائنا في صلب موضوعنا اليوم أولاً النصيحة تأتي في هذا الشكل نقول مثلاً أن العقل يورث وإذا ورث العقل فنهاية الأمر أن تكون محكوم بأنك تحرك باتجاه الناس أو تحرك ضد الناس أو تحرك بعيداً عن الناس وهذا في موضوع يناسبك وموضوعين لا يناسبون لك فأجعل نفسك عشان تجدد حياتك مثل طائر رفينيق اللي يجدد نفسه في نفسه أجعل نفسك جميل أبحث عن الجمال أبحث عن مواطن قوتك ونقاط ضعفك طور منها أعرف نمط شخصيتك أعرف من أنت أعرف وين الخلل لا تستمر ولا تكون عنيد في معرفة نجاحك ونجاح أسرتك حاول أنك تكون إيجابي حاول أنك تكون تفاعلي حب للآخرين ما تحبه لنفسك تجدد حياتك وتحسن نماطك وينعكس على الأجيال القادمة دكتور عبد الرحمن العازمي أستاذ علم النفس شكراً لك وشكراً لوقتك شكراً لحضورك شكراً لهذه الحلقة الميزة وأكيد راح يكون في بيننا لقاء لحلقات متميزة أكثر من اليوم شكراً لك دكتور شكراً لك والجمال هو في تناولك لهذا الموضوع بطريقة علمية ومميزة شكراً لك وشكراً لمتابعينك شكراً